أصدرت وزارة التخطيط تقريرا حول الملامح الأساسية للبرامج التنموية لمحافظتي شمال وجنوب سيناء وأوضحت الوزارة أن خطة التنمية تولي اهتماما خاصا بالسياسات والبرامج التي تستهدف تحقيق التقارب في مستويات المعيشة والدخول بين الأقليم بمعالجة الفجوات التنموية القائمة أوضحت الوزارة أن الرهود التنمية اهتمت بثلاثة توجهات تضمنت التوجه نحو تحقيق التنمية الريفية المتكاملة لتضييق الفجوة الداخلية والحد من تيارات الهجرة إلى المناطق الحضرية وإعطاء أولوية متقدمة لتنمية شبه جزيرة سيناء ومحافظة الصعيد في إطار برنامج تنموي منصق ومتكامل ذلك إلى جانب إلاء دفعة تنموية قوية للمناطق الواعدة بالمحافظات ترجمة نانسي قنقر